أهلا بكم في قناة عصر العلوم في هذه الحلقة سنتعرف على تفاصيل لغز فيروس كورونا القاتل ولماذا عجز العالم من تحديد مصدره بدقة بداية المأساة كانت في ديسمبر 2019 عندما أعلن عن ظهور فيروس كورونا المعدي في مدينة ووهان الصينية وسرعان منتشر في جميع أنحاء العالم متسببا في جائحة عالمية أودت بحياة ملايين الأشخاص وخلفت خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة ورغم مرور سنوات على ظهوره لا يزال سببه مجهولا علميا يتساءل عنه الناس من أين جاء فيروس كورونا؟ في هذا المقال سنقدم تحليلا مفصلا وحصريا للغز كوفيد 19 ونستكشف أسباب فشل خبراء الفيروسات في تحديد منشأه على رغم من نجاح العلماء في عزل فيروس كورونا بداية انتشاره لتحليل حمضه النووي لتحديد خصائصه وجدوا أن الفيروس يشبه فيروسات كورونا التي تصيب الخفافيش ولكن لديه أيضا بعض الاختلافات وبناء على هذه النتائج طرح العلماء عدة فرضيات حول منشأ الفيروس الفرضية الأولى أن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى البشر بشكل مباشر إما عن طريق الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة أو عن طريق تناول أطعمة أو منتجات حيوانية ملوثة أما الفرضية للثانية أن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى حيوان وسيط مثل الزواحف أو القوارض ثم انتقل من الحيوان المضيف إلى البشر والفرضية الثالثة وهي الأرجح أن الفيروس تم تطويره في مختبر صيني ثم تم تسريبه عن طريق الخطأ وهناك عدة أسباب لعدم تمكن العالم من تحديد منشأ فيروس كورونا بشكل قاطع منها تعقيدات الفيروس وتحوره وصعوبة تتبع سلسلة العدوى الأولى وعدم وجود قاعدة بيانات شاملة عن الفيروسات الموجودة في الحيوانات البرية أما أخطر هو رفض الصين تعاون مع الجهود البحثية الدولية ومع منظمة الصحة العالمية مما أعاق التحقيق في منشأ الفيروس ستستمر جهود العلماء مع التقدم العلمي في المستقبل في البحث عن إجابات حول منبع فيروس كورونا المحير شكرا لكم على المتابعة ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة